وصخوا عفهم زي دي الماهم ما عندهم هنبى المواطن ولا اصحاب وجعة ولا عندهم المواطن يعمل لمشكلة مشكلة حقيقية لمشكلة حقيقية ده غاز يا اخوانا تخيلوا تخيلوا الناس متكدسة كده وراقبة فوق بعضه طالع فوق بعضه بدعاني وواكفين في الشمس عشان الواحد يشيل لهم بو بدغاز حاجة تمرز حقيقة الواحد ما يقدر يشاهد المنظر ده ذاته شي مؤسف والله العظيم شي مؤسف شي مؤسف نمنا الناس تجيت من الصباح لحد يبلل في الشمس عشان الواحد يلقى بو بدغاز عشان يلقى ابسط حقوقه كمواطن الناس بتعاني والناس مطحونة ما في ناس وطنيين لو فيه ريال وطنيين في الدولة دي ها لو فيه ريال وطنيين في الدولة دي ما بيقبلوا الكلام ده بس فالح الوالي بتاع الخيطومي فكلينا ناس النظام العام فالحي فكلينا ناس النظام العام بكشه ده ولمه ده دي ما كرانا يا سيد الوالي معرض الخرطوم الدول اللي فتحته ما كرانا ولا بس فالحين تقمع في الناس وتقطع أرزاق الناس وش نمشي با ياته وش نمشي با ياته وش النظل دخلونا في القحاته دي غليطنا لما نغتضينا انو الي έχزاب دي تمثيل السور وتمثيل الشباب وتمشي تتفاوض بهاسمنا غليطنا با ياته وش نمشي للمواطن عشان نقول لشنو نمشي لومهاتنا واخوتنا الواقفين دي واخواننا الواقفين عشان نقول لبشنوها ما عندنا وش عشان نقابل بيزول ما خلوا لينا وش